جولة اليوم في الصحف والمواقع العالمية لا صوت يعلو فوق صوت الهدنة العنوين وكتاب الرأي وجهت نظرها في اتجاه التفاصيل أو الأسباب وراء قبول إسرائيل بهدنة مقابل رهائن من أقصى الغرب إلى الشرق تشابهت العنوين ولكن تنوعت الأراء والمقالات كلها كتبت كلها في اللحظات تقريبا الأخيرة قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة التبادل كان في صحيفة الواشنطن بوست كتب ديفيد أجنيتشيس حول صفقة الأكثر مقابل المزيد وهي صفقة المرتقبة بين إسرائيل وحماس والتي تعد أحد طرق المفاوضات للحد من الأسلحة والعمليات العسكرية وتبادل الأسرة حيث يرى أن في حال إطلاق صراح عدد أكبر من الأسرة لدى حماس قد تزيد إسرائيل من أمد الهدنة على الرغم من عدم وجود خطة زمنية محددة للعملية الإسرائيلية يرى الكاتب أن التفاصيل هي التي عقدت المفاوضات وأطالت أمد التوصل إلى معادلة الرهائن مقابل السجناء ونقلا عن أحد المسؤولين القطريين الحوار هو الحل دائما هو سبيل لبدء الوساطة الفعالة من خلال خطوات صغيرة بتحقيق أهداف كبيرة وأن القضية الأكثر صعوبة من يسيطر بالفعل على الرهائن ونقلا عن مسؤول إسرائيلي كشف الكاتب أن من مئة رهينة من الأطفال والنساء هناك خمسين منهم لدى حماس ومن الممكن أن تصل إلى عشرين آخرين وضمهم للصفقة مما قد يساعد على إطالة مدة الهدنة من طرف إسرائيل التفاصيل اللوجستية كانت بحل مفاوضات ساخنة إسرائيل تصر على أن يتم فصل الأطفال عن أمهاتهم خلال رحلة الحرية وأثرت إسرائيل أيضا على عدم إطلاق صراح أي سجين متهم بالقتل إلا بعد السماح بأربعة وعشرين ساعة لأهالي الضحايا بالإعتراض أمام المحكمة العليا وما لم تتنازل عنه إسرائيل نهائيا في عملي تبادل الأسرة والسجناء هو رغبتها في تدمير سيطرة حماس السياسية على غزة حول نفس الموضوع ولكن على صحيفة الجارديان الإنجليزية تناول الكاتب سايمن تسدل الضغوط اللي تم ممارستها على ناتنياهو أحدثت تغيير في توجهاته بعد أن أصبح التواصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية في غزة وإطلاق صراح بعض الرهائن وشيكا بشكل مؤلم ولكن الجانبين منقاسمان بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك وهو سيعكس تغير في خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي وإن كان من الخاطئ اعتبار الهدنة وبنضها المعلنة هو تخفيف أو ضعف لموقف ناتنياهو حيث أعلم من البداية موقف من إصرار على عدم عودة حماس للسيطرة السياسية في غزة ولكن الضغط الشديد على مجلس الحرب المصغر من عائلات الرهائن ومظاهراتهم المتواصلة واتهمهم ناتنياهو بتعاملوا مع ملف الأسرة ققضية ثانوية وليست أولوية جعل تغير الموقف تجاه الصفقة ككل حتمي خاصة بعد إدراك القادة العسكريين في مجلس الحرب أن التركيز فقط على العملية العسكرية أصبح أمر مستحيل كما أشار الكاتب إلى انقسام داخل مجلس الحرب على مدار أسابيع بين مؤيد لاستمرار العمليات وذلك لإضعاف حماس وإجبار قيادتها على تحرير الأسرة وبين الحصول على ما يمكن الآن قبل أن يصبح الضغط الدولي لإيقاف عمليات غزة غير قابل للمقاومة أو المواجهة من الطرف الإسرائيلي وأكد الكاتب أن المعارضة في إسرائيل سوف تستغل هذا التحرك للإفراج عن الأسرة كإثبات جديد على قرارات ناتنياهو الخطأة وهما بدأ بالفعل من مطالبة يائير لابيد زعيم المعارضة لناتنياهو بتقديم استقالته كما أن الضغط الأمريكي المتصاعد في الفترة الماضية سوف يتوح لبايدن الإدعاء بأن نفوذه خلف الكواليس مع الإدارة الإسرائيلية قد كلل بالنجاح كذلك في صحيفة القدس الفلسطينية نشرت مقال افتتاحية عدد صحيفة هارتس اللي هجمت فيه مشروع قانون الإعدام الذي طرحه اليمين المتطرف بقيادة بن غفير ورأيت فيه قانون لا يتناسب مع دولة دموقراطية وأنه لن يدعى لن يكون هو الحل الرادع سواء لأعضاء حماس أو أي شخص مدان وأن مجرد قرار الدولة أن تأخذ حياة شخص لم يعد شكل خطر يوجد فيه نوع من الاستخفاف بالحياة وأن مثل هذا القانون سوف يشكل سابقة في استخدام عقوبة الإعدام على المقاتلين وبشكل انتقائي ضد العرب فقط من ناحية أخرى كان في صحيفة لبريزيان الفرنسية كانت تسألت إذا ما كانت الحرب بين إسرائيل وحماس ستعيد توحيد غزة والضفة الغربية في ظل سلطة فلسطينية متجددة وهل هو أمر ذو مصدقية وبحسب الصحيفة فإن مسألة مستقبل قطاع غزة بعد التدخل العسكري ضد حماس مطروحة مرة أخرى على الطاولة وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يجب إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل نفس هيكل الحكم وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة عادت الصحيفة واتخذت وجهة النظر الإسرائيلية قائلة أن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية عن غزة هناك أيضا مقال لكاتب إمانويل فابيان في موقع تايمز أوف إسرائيل بعنوان عدد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة سقطوا نتيجة نيران صديقة بيستعرض الكاتب فكرته الأساسية في المقال في جملة كتب فيها شهد الجيش الإسرائيلي عددا من حوادث ما يسمى بالنيران الصديقة خلال القتال في قطاع غزة في قطاع غزة بعدها أدى إلى نتائج مميتة حسب معالمة تايمز أوف إسرائيل بينما خاضت القوات الإسرائيلية يوم الاثنين معالك مكثفة أثناء تقدمها في الحملة العسكرية في القطاع الذي تحكمه حماس بنان على قول الصحيفة وفي مسلسل التسريبات هناك من الإدارة الأمريكية ونصائحها لإسرائيل في حرب غزة كشف موقع بوليتيك والاستخباراتي الأمريكي أن إدارة جو بايدن مدت إسرائيل بمواقع وإحداثيات المنظمات الإنسانية التي تعمل في قطاع غزة لتفادي قصفها من الطيران الإسرائيلي أو القيام بعملات عسكرية تستهدف المنظمات دي جولتنا على الصحف انتهت نعود الآن إلى الزميل محمد أبو عبيد وديوف حلقة مشهد غزة